شباب الضوء منهاج أساسيات علوم الكائنات الكونية اسم المنهاج أساسيات ومبادئ البحث والاستنتاج الفكرية التحليلي الروحية الفلسفي في اتصالاتنا بالكائنات الكونية فهذا المنهاج يبدأ التسجيل به من الآن ونعمله بيجور نوضح التفاصيل أيضا في يعني هذا اللقاء ونحن نبدأ يوم عشرين أربعة الفان واربعة وعشرون المنهاج يقوم بإعداد الطالب علميا فلسفيا روحيا في فهم طبيعة الكائنات الكونية واتصالاتها بالحضارة البشرية هذا المنهاج مهم جدا ما هي أهمية تأدية هذا المنهاج؟ أخواني وخواتي الأعزاء نحن كحضارة بشرية قادمين على بناء حياة كونية عظيمة وفيها ففهم الحقائق الكونية يكون مركز جوهري وأساسي في حياة كل إنسان في الأرض فيا أخي ويا أختي فكر بطموح وفكر عالي أعرف أنت لست الجسم والفكر المحدود بل أنت كل الأبعاد أنت المنظور والغير منظور فكر وخطط جديا أن تكون لديك بمعنى تعيش حياة كونية عوالم كونية مركبة كونية وتسافر بها إلى أعماق الأكوان لماذا لا؟ لأنه نحن قادمين بهذا الاتجاه من مصر، من العراق، من اليابان، من الصين، من أمريكا، من روسيا بل من كل مكان في الأرض هناك تبدأ الحياة الكونية ومركبات كونية يسافرون بها بشر إلى أعماق الأكوان قسم من الناس شباب يبقى محتار لا يستطيع أن يقرب لأنه لا يعرف مين الصح ومين الخطأ وهنا نجده يعتمد وعي البقاء في الأرض ممكن يكون مشاهد متفرج ويخاف أن يتقدم أو يسعد إلى الأعلى لأنه لا يعرف مين موجود في الأعلى وقسم منهم يتغطى بفكر ديني ينتظر العلامة ظهور المخلص أو المنقذ وهنا قسم ينتظر يقيس تجارب الآخرين يسمع قصص الآخرين بمعنى الأوائل يضحون ويفتحون الطريق وتجد الآخر يراقب لكي بعدها هو يقرر وقراراتي أيضا يعني تعتمد هذه على ظروفه ومستوى وعيه ونجد القسم الآخر يصعد ما معنى الصعود هذه الكلمة الصعود هو انتقال من المحددات حقيقة يكون هذا الصعود بالفكر والجسم والروح بمركبات كونية بتكنولوجيا كونية فالإنسان هنا يكون مستعد فكريا وعاطفيا وروحيا لهذه المرحلة العظيمة العوالي الكونية تريد إلحاق الأرض والإنسان بالمجتمعات الكونية وهذا الأمر بالنسبة لهم يجب أن يحدث فهم يعملون عليه بجدية فائقة جدا وهنا يحتاج منك أن تفهم ما يجري نحن في يعني هذا العصر نمر ونعيش كلنا حقيقة في عصر وقت مهم جدا في هذا الوقت هناك الفبركات من الإعلام والأخبار المخيفة المصنوعة بالفكر السيكلوجي محدود لصيد الإنسان وإيقاعه وهناك سيكلوجيا التلهية ببرامج وأفلام وألعاب زائفة وهناك المسجات الزائفة نستجرام وصاب وغيرها والتي فيها إجغال وتلهية وقضاء وقت على الفاضي وهناك أيضا وعود المادة بالشرائح الزائفة وهذه شرائح الزائفة هي يعني غايتها سيطرة على الإنسان وهناك العلوم الكونية وفهم ما يجري وهنا أنت تتحرر هذه العلوم تحرر الذي لا يتخصص في هذه العلوم لكنه أيضا نجده مهتم يحاول أن يفهم ما يجري حوله ما هو السبب؟ لأنه يريد أن يضع حلول لظروفه فهو هنا يعيش الغموض يتنقل بين القنوات يحاول أن يجمع ما يستطيع من معلومات لكنه ممكن يقى حائر لا يعرف مين الصح ومين المشصح وممكن يصطاده فكر خبر معين ينشر في الإنترنت يقوم بخافته السبب لأنه هو في وضع لا يملك القدرة على التحليل والإستنتاج هو في مرحلة يكون وعيه فيها لا يستطيع أن يعرف هل هذا الخبر صح أم مش صح المعرفة مهمة جدا والدراسة الكونية مهمة جدا لكننا نجد أيضا أن هذه الدراسات العظيمة صغرت أعطيت لها دور وحجم صغير تجد مثلا الطفل لا يدرسه الفلسفة الكونية الحقيقية منذ الصغر وأنما ماذا يدرسه؟ يدرسه دين وعلوم مادية ضعيفة وخاطئة من أجل السيطرة على فكره وهو صغير فهذا المنهاج هو إلى الطلاب الجادين والذين يفكرون بالدراسة والتخصص في هذه العلوم هذا المنهاج إلى الطلاب الذين يفكرون في نشر هذه العلوم الكونية إلى الطلاب الذين يفكرون ببناء حياة كونية وعيش هذه الحياة الكونية هذا المنهاج إلى الطلاب الذين يريدون التحرر والذين لديهم الأسئلة العميقة والذين لديهم الطموح والجرأ والحب في الابحار وفهم ما يجري هذا المنهاج إلى الطلاب الذين يريدون نشر هذه العلوم إلى الأجيال القادمة محتويات المنهاج ماذا يعني السفر الكوني؟ مقدمة في تاريخ اتصالات الكائنات الكونية بالإنسان ماذا تريد الكائنات الكونية في ظهوراتها في سماء الأرض؟ وعي وطبيعة وفكر هذه الكائنات العصر الحديث والتزايد بنسبة ظهورات المركبات الكونية واتصالاتها مع الإنسان مشاريع المجتمعات السرية ودورها في لف وتشويه وتغيير الحقائق مقدمة في التاريخ الحديث في إسقاط المركبات الكونية ودراسة تكنولوجياتها وصنع ما يسمى مركبة كونية معدلة بصناعة بشرية في مصانع سرية نلتقي كل أسبوع لدينا لقاء كل سبت الساعة السابعة بتوقيت القاهرة ونبدأ جلسة السفر كوني وبعدها أيضا ناقش المحاضرات والدروس بالنسبة للاختبار شباب هناك اختبار الشهر الأول عشرة أسئلة وأيضا هناك اختبار الشهر الثاني عشرة أسئلة وفي نهاية المنهاج تسلمون تقرير هذا التقرير متكون من ألف كلمة وأيضا وأنتم أثناء المنهاج تبدون بالتحضير لكتابة التقرير في المنهاج نناقش مصادر مهمة نناقش كتب وفيديوات ووثاقيات لأعمال مهمة لمؤرخين وباحثين في هذا المجال وخلال هذا المنهاج الطالب يدرس ويكمل دراسة كتابين وأيضا هو يدرس بعض المواقع انترنت فيها مقالات وبحوث في هذا المجال أيضا بهذا المنهاج الطالب يكمل دراسة عشرين ساعة والتي هي عبارة عن فيديوات لباحثين مهمين في هذا المجال مع أيضا محاضراتنا التي نزودها إلى الطالب ولد الطالب وكما وضحنا شباب اختبار الشهر الأول والشهر الثاني وكتابة تقرير متكون من ألف كلمة كيف يتم الالتحاق بالمنهاج؟ أولا تلتحق بالمنهاج أنت لديك الطموح العالي وأن تفكر جديا باجتياز الاختبارات ثانيا تتصل بنا تكتب لنا أنك اطلعت على ما هو مطلوب في المنهاج وأنك تريد الالتحاق بالمنهاج فتكتبون لنا شباب التالي أريد الالتحاق بهذا المنهاج أساسيات البحث والاستنتاج الفكري التحليلي الروحي الفلسفي في اتصالاتنا بالكائنات الكونية اطلعت على المحتويات وعرفت المطلوب وأنا مستعد للمقابلة من منصة الزوم كيف تتصل بنا؟ تعمل حساب جديد إيميل في خدمة بروتون ميل أو توتا نوتا يعطوك واحد جيجابايت فري وتتصل عن طريق موقع الضويون الاتحاديون هذا سكرينشوت ضويون.com سلاش كونتاكت أس فترسلوا لنا إيميل شباب ونعمل معك مقابلة من منصة الزوم وبعدها بعد المقابلة فهنا هذه الإجور بالنسبة للإجور أنت تعطيها مساعدة مجانية لأي شخص يحتاجها في مدينتك هي هذه الإجور فتعطي خمسين دولار هي هذه بتاع شهرين مساعدة مجانية لأي شخص هو محتاج في مدينتك من أجل الالتحاق بالمنهاج بالنسبة إلى اختبار الشهر الأول شباب في حالة أن الطالب الذي لا يجتاز الاختبار بالشهر الأول لديكم الاختبار اختبار الشهر الأول والثاني ماذا لو الطالب لم يجتاز اختبار الشهر الأول اللي هو متكون من عشرة أسئلة فهنا من أجل أنه يعيد الامتحان يعطي عشرين دولار أخرى لأي شخص يحتاج في مدينته وهذه هي الملاحظة الطالب لا يستطيع اكمال الشهر الثاني أو اكمال المنهاج إذا لم يجتاز اختبار الشهر الأول وإذا لم يؤدي إعادة الاختبار وهناك اختبار الشهر الثاني تفكر جديا باجتيازه أيضا الذي لا يجتاز الشهر الثاني أيضا يعطي عشرين دولار إضافية لأي شخص يحتاج في مدينته من أجل أنه يعيد الاختبار أيضا لديكم اكمال التقرير شباب وعنده اكمال التقرير نناقشه معاكم أيضا فالدرجة النهائية في اجتياز المنهاج تكون كالتالي اختبار الشهر الأول الحصول على سبعين بالمائة التي تمثل درجة اجتياز اختبار الشهر الأول واختبار الشهر الثاني أيضا نفس الشيء الحصول على سبعين بالمائة التي تمثل درجة اجتياز اختبار الشهر الثاني وهناك تقييم للتقرير اللي هو 70% والذي يمثل هو هذا درجة الاجتياز لهذا التقرير الذي أنتم تعدوه فمعدل الاجتياز النهائي للمنهاج 70% نريد أن نقول شيء مهم أخواني وأخواتي هناك أشخاص جامعين معلومات فقط يعني هو جالس ويقرأ هنا وهناك وفيديوهات من هنا وهناك يأخذ كل شيء مجاني لكن أقول لكل طالب يسمعني لا تكون واحد منهم كون أنت دارس ومجد وباحث حقيقي في هذا المجال التحق بالمنهاج بطموه عالي لا تلتحق بفكر أنك تريد أن تقضي وقت معنا فقط ولهذا نحن وضعنا الاختبارات واجتيازها مهم لأنه شباب عن طريق هذه الاختبارات فهي تبين من من الطلاب الذي لديه جدية في الأبحار في فضاءات الأكوان وليس فقط البقاء على الشاطئ كون العظيم بارككم وأنا وخواتي ونبتقيكم في هذا المنهاج نبني معاً حياة كونية عظيمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر